نتابع في السيديو الآن أيضاً مشاهدين نتحدث الآن عن سوريا وما نقلته صحيفة تايمز البريطانية على حوالي طلعت على حوالي مليون وثيقة مهربة من داخل سوريا تدين رئيس النظام بشار الأسد وضباطه بقتل وتعذيب الخصوم والمعارضين على مدى سبع سنوات الصحيفة قالت إنها طلعت على صندوق أسود في إحدى المدن الأوروبية يحتوي على 265 صندوقاً كرتونياً بداخلها وثائق لجلسات عالية السرية تفصل التعذيب الممنهج وقتل الخصوم تحمل معظم الوثائق في النظام السوري تحمله المسئولية وتحمل أخرى توقيع الرئيس بشار الأسد بنفسه فيما تصفه الصحيفة بأكبر مخبأ للوثائق لحرب لا تزال مشتعلة يعد هذا المشروع السري لجمع الأدلة بشأن جرائم نظام الأسد وقواته من بنات أفكار جندي كندي سابق ومحقق في جرائم حرب الجندي الكندي السابق قال إنما جمعه يثبت بما لا يضع مجالاً للشك أن الأسد يسيطر تماماً على كل ما يحدث بدأ تجميع الوثائق السرية عام 2011 في السنة الأولى من الحرب بتمويل بريطاني وبالتعاون مع الجيش السوري حر تكشف الوثائق كيف عمل النظام السوري بشكل هرمي محكم في تمرير الأوامر لقمع الاحتجاجات منذ بدايتها في عام 2011 تظهر الوثائق أيضاً ترنح نظام الأسد وتخبطه في التعامل مع التساع رقعة الاحتجاجات إلى أن طلب عام 2013 تدخل ميليشيات حزب الله لمساعدته كلف مشروع جمع الوثائق حتى الآن 23 مليون يورو وهو مبلغ ضئيل مقارنة بميزانية مليار دولار للمحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي دفعه إلى توسيع عمله عام 2014 ليشمل جرائم داعش في سوريا والعراق حكومة بغداد وافقت مؤخراً على منح الجندي الكندي حق الوصول إلى جميع الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من داعش في العراق وهي في طريقها الآن للخضوع إلى عملية رقمية على غرار ما حدث للوثائق السورية المهربة